السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم صحيحة بخير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن احوالي ان شاء الله وتكونوا في صحة جيدة مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخة ديجا البهجة الوصفة ديال اليوم البنات هي مسمن معمر لمسمن البنات معمر بالكفتاء والخضراء والشحمة البنات كيجي رائع لمسمن لمغريبي ديالنا كيجي بنين بزفة البنات كيجي مقرمش كيجي لديد متشبعوش منو ندوزو دباء المقادير وطريقة تحضير بسم الله نبدا وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المقادير كيف مما كتشوفو معايا عندي كيلو ديال دقيق الفورس عندي نص كيلو ديال دقيق الفينو عندي معايا القديل السانيدة وعندي معايا القديل الملحة وعندي كويس ديال الحليب كيف مما كتشوفو معايا وعندي المدافي باش غادي نجمع العجينة بسم الله نبدأ في العجينة البنات راني تزربت الفيديو باش ما يجيكم مش طويل حين تطويل هذا الفيديو ديال العجينة طويل كيف مما كاتشوفو معايا كان بدا هاكا انا كان بدأ بالعجينة كان بدأ بالقياس لكي في قن ندير لا EL deyl ما وننخليهاش قاشحها بزف ونديراي شوية ذيال عليت عادة نبدى لكى من العداء ديال بدى ندخل فيهاapiAlma كعادة بنى بزاف العجينة لذلك كان فضل نجري العجينة ديالى شوية او نتلقى شوية التينا قادم بزفها بزف ديال الما لأكثر على بنزيد هذا عليت طويل متقدم من زيديه ولاتفجه مما فى الت republican قريبا وكنعطيها دليك البنات كيف مما كتشوفوا معايا بهذا الطريقة هادي وكنبدا مرة مرة كنزيدير شيشا حينت ما كيكونش كيف مما قلت ليكم ما كيكونش خاصها لما بزاف ونتمنا نكون كنشرح ليكم مزيان كندلك العجينة ديالي وكندخل فيها الماء بهذا الطريقة هادي اللي كتشوفوا معايا هنتم كيف مما كتشوفوا معايا وكتكون العجينة ديالتي واجدة بهذا الشكل هادا غدي ندير ليها وحد شوية دية الزيت وغدي نصد عليها ونوضعها في بلاستيكا هنا كيف مما كتشوفوا معايا عندي البصلة عندي البنات ربعة البصلات كبار والعمارة كتبقى على حسب هادا على حسب لبنات القياس اللي بغيتوا تديرو عندي كيف مما قلت ليكم ربعة البصلات كبار وعندي الفلفلة اللوانتها هي كانت عندي مقطعة في المجميد وطحنتها في الهاشوار لا هي ولا البصلة باش ما يبقوش معايا غلاض وعندي الشحمة هنايا وحد شوية دية الشحمة هي طحنتها في الهاشوارة البنات الشحمة عندي ملحة لذلك ما غديش ندير الملحة نهائيا في العمارة ونتم من البنات اللي كتشوفوا فيها في هادا اللحظة ومازال ما شتركتش معايا في القناة شتركي اختي مرحبا ومية الف مرحبا وخلي ليكم منطير زوين في حقي وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والبنات الى ما زال ما درتيش اللايك نزلي ديريه انا متأكد رايين سيتي ما درتيش وانا عارفك ما كتبخليش علاختك خديجة بلكوم منطيرات زوينين ديالكم ولا اللايكات ديالكم وكنشكر بزاف الناس اللي كانوا معايا من البداية ديال القناة وكنشكر الناس اللي 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 تحقوا جدد بالقناة وكنوجده لهم شكر كبير والاخوان ديالنا في الجزائر حتى وما كان شكرهم اللي ما كبخلوش عليا بالكوم منطيرات زوينين ديالهم وسمحوا لي بزاف اللي كترت عليكم الهضراء رانيا البناتي كان بغي نشكركم وكان بغي نشكركم بزافة البنات وحق الله العظيم الى ما نكراش كن دير حفلة ونجمعكم كاملين عندي في الضار ولكن البنات الله غالب المهم كان بغيكم بزاف بزاف وخش خليوكم معايا تفرجوا في الفيديو من الاول تلاخير وبرتجيوا الفيديو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائدة على الجامع كيف مما كتشوفوا معايا البنات الرجعوا الوصفة ديالنا كيف مما كتشوفوا معايا الشحمة والبصلة وهديك الفلفلاء كيف مما قلت لكم الوان اللي كانت عندي في المجميد وتايا طحنتها في الهاشوار شوية باش تكون لي رقيقة من بعد غادي نتعرفوا علاش هادشي حنتو في الهاشوار باش يولي لي يرقيق ما بغيتوش يكون قطع غلاض كيف مما كتشوفوا معايا البنات غادي نخلي هاد المكونات يتشحروا جيدا ونطلق معاكم هنا البنات راني بقيت كانت شحر في هديك المكونات اللي عندي وللامانة البنات راهم تلقوا لي الما بزاف حينت الشحمة كانت عندي جامدة في المجميد والفلفلاء كدلي كانت عندي في المجميد لذلك تلقوا لي الماء وبقيت كنشحر فيهم البنات حتى ما بقاش فيهم الماء نهائيا عدا غادي ينضيف دابة الكفتة كيف مما كتشوفوا معايا إلا متوفرة عندكم وبايتو تضيفوها من الأحسن إلا ما متوفراش يمكن لكم تستغنوا عليها ويمكن لكم تديروا اي كفتة بغيت ويمكن لكم ديال الغلمي يمكن لكم ديال البقري يمكن لكم تديروا اي كفتة بغيتو انا درت ديال ديال دجاجة البنات هنا التوابل غادي ندير شوية تعال كامون كيف مما كتشوفوا معايا وغادي ندير نص معايا ديال سكين جبير وغادي ندير البنات هدا غادي ندير ابزار نص معايا لقاح تاوة كيف مما كتشوفوا معايا وانتمنا عن جد تجربوا هاد المسم من هادا رهجة البنات بنين ما انتمنا تجربوه وغادي يعجبكم هنا كندير نص معايا ديال التحميرا كذلك توابلة البنات كلهم كندير منه منص معايا نص معايا القاح هنا غادي ندير نص معايا ديال الخارقوم البلدي كيف مما كتشوفوا معايا وغادي ندير شوية تعال السودانية البنات اختيارية يمكن لكم تضيفوها يمكن لكم تستغنوا عليها هانتم بقى نحرك هاد المكونات مع هاد الكفتة حتى كينسى جمولية وانطلاقاوه هانتم البنات كيف مما كتشوفوا معايا هنا الكفتة بعد مذابت غادي نبقى نحرك بهذا الطريقة هادي كيف مما كتلكم حتى كتنشوف ليا هاديك المقايلة ديالي من الماء ما كيبقوش في السوائل وغادي ندير البنات وحد شوية ديال زيت العود هاد المقايلة المعايا قا ديال زيت العود او لاجوج حين ديرينا البنات شحمة مبناش نكترو ليدين وها العمارة ديالنا واجدة غادي نديرها فحد زلافة ونخليها تبرد هنا غادي نرجع العجينة ديالي بعد مما تطرقاتها البنات كيف مما كتشوفوا معايا وزادة تكملات دليك ديالها هنا كنشكل كويرات ما نديرو مش صغارة البنات والحجم كتتحكموا في انتوما على حساب الحجم اللي بغيتوا على حساب الحجم اللي ناسبكم بغيتوا تديرو مسي منات صغار نقصوا من الكمية ديال العاجين إلا بغيتوا تديروهم كبار غادي نزيدوا الكمية ديال العاجين كيف مما كتشوفوا معايا كنقطع على هاتشكل هذا كندير ان حجم متوسطة البنات ما كبيرش بزاف وما صغيرش عود تاني بزاف حينت غاديا ندير جوج غاديا ندير وحدة في وحدة را كي يجي المسمن هو هاداك كيف ما كتشوفوا معايا وكنستمر بهذا الطريقة تكنكمل الكيمية كاملة وندهنة بشوية تعزيت ونغطيها بلاستيكا باش ما تكونش ليا واحد القشرة من الفوق وفالاخر ما كتخليش ليا العجينة ديالي التقرص بكل سهولة البنات غاديا نكمل كمقتليكم الكيمية اللي عندي ونتلاقاوهم هنا بعد ما كملت الكيمية كاملة لي عندي قد نبدأ باش نقرص ان شاء الله اولا باش نعمر المسمن ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كان بدهو من اللولا بعد ما اطلقت المسمنة كيف ما كتشوفوا معايا على هاد شكل هادا كان حاولو نطلقوا واحدة كيบلينا سطح العامل وعندي واحد جزلي في زلافة درت فيها الزيت مع شوية ديال لينشاق مع واحد معي القادية لنشا وزلافة خليت فيها الزيت ببحده هو اللي كان قرص به هنتو ما كيف مما كتشوفوه معي البنات كان طلق اللولة وعمرتها دهنتها عفوان بشوية تاع الزيت معا نشاكي فما كتشوفوه معايا ها هو درته دابا وعدا عمرتها اللولة كان عمرها شوية مزيان والتانية كان ندير في هاي شوية وكان حطها في الجنبة البنات وكان لوي بهت الطريقة اللي واضحة معاكم في الصورة هنتو ما كيف مما كتشوفوه معايا غادي نعود معاكم واحد اخرى باش تبال ليكم كانورق عادي كانورق المسمن ديالي عادي كيف مما كتشوفو معايا كان دير الزيت كان دير هادا العمارة ديالي وكان طويل اللولة عادية هانتو ما كيف مما كتشوفو معايا غادي نجيب واحد اخرى غادي نطلقها بهذا الشكل هادا ونتمنى الصورة تكون واضحة لكم غادي نطلقها كيف مما كتشوفو معايا غادي ندهن بدك شوية الزيتون نشا وغادي ندير العمارة هاد المرحالة ما نكترش في العمارة وكنحط المسمنة ديالي في الجنب وكنجمعها بهذا الطريقة هادي وانتمنى الصورة تكون واضحة لكم غادي نعود معاكم واحدة اخرى وانا البنات بغيتوني نحط لكم شي واصفات اخرين انتمنى تخليوهم لي في الكومون طيرات كيف مما كتشوفو معايا وغادي نستمر بنفس الطريقة وكنغطي المسمن ديالي بالميكة البنات باش تعرق عليه وتخلي لي يترخى البنات وباش من اللي نجي نقرسو يتقرس معايا بكل سهولة هانتوما كيف مما كتشوفو معايا كان عمر بالعمارة وكنحط الخرا في الجنب وكنلوي علي هادك شوية اللي كيبقى وكنلوي جوجلوية اشتركوا في القناة 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 نصدية الكيمية وكنبدأ نخبزها البنات غادي نسخن نحط المقلة ديالي تسخن وغادي نبدأ باش نقرس هانتوما كيف مما كتشوفو معايا كان نبدأ باللولة اللي شكلت اللولة هي اللي كان نقرسها وكيف مما كتشوفو معايا راكي يتقرس بكل سهولة كانستعن بالقليل من الزيت وكان نقرس المسمن ديالي ونحاول نطرق الجنيبات للبنات ما تخليوهم شغلاد وراه كيجي هاد المسمن عفونا البنات كيجي مورق من الداخل كيجي معمر وكيجي بنينة البنات وكيجي محمر ما تشبعوش منه هانتوما كيف مما كتشوفو معايا كان نقرسها بهذا الطريقة هادي هانتوما كيف مما كتشوفو معايا راني كان حاول نخليليكم الفيديو ما تزربتوش فاد اللقطة باش تشوفو معايا طريقة ديال تقراسة لبنات هنا غادي نعود معاكم محتخرة باش يباليكم مزيانة البنات وباش تعرفو تقرسو ويمكن لكم فاد اللقطة هادي او لفاد اللحظة هادي يمكن لكم تستاعنو بالورق ديال المطبخ تقرسو فوقو باش يلا بغيتو تهزوها تديروها في المقلة تجيكم ساهلة بالنسبة للبنات المبتدئات اما البنات اللي مول فين كيديرو المسمن را كيجيهم عادي انا كنهضر على البنات المبتدئات اللي عمرهم ودارو المسمن غادي نجربو هاد الوصفة وغادي تستق معاهم من اول جريبة كيف مما كتشوفو معايا كنقرس وكندغط على الجناب البنات باش ما يبقوش لي اغلض ويجيوني مع الجنين كيف مما كتشوفو معايا كنقلب وكنقرس المسمنة ديالي بهاد الطريقة هادي كنقرس الجناب البنات باش ما كيجيونيش اغلض وكندير في المقلة المقلة ديالي كيف مما كتشوفو بعد مما كتسخن لي كندهنها بشوية ديال الزيت كيف مما كتشوفو معايا وكندير المسمنة ديالي على هاد الشكل هادا وهنا كيف مما كتشوفو معايا زربت معاكم الفيديو شوية باش ما يجيكمش البنات الطويل هنا بعد مما كندير المسمنة ديالي كنخليها واحد شوية وكندهن وكنقلبها انتو ما كيف مما كتشوفو معايا كنقلبها بكل سهولة وكنبقى مرة مرة كندورها وكندهن بشوية ديال الزيتة البنات متكتروش حينت المسمن ديالنا فيه الشحمة وفيه لي دمي لك الترتولي الزيت في الطياب غادي جي عود تاني كي يقهمها البنات بشوية يفزقو يديكم بشوية يا ديال الزيت ودهنو فقط باش يتحمر البلاسة اللي بنت ليكم بيضاء ندوبزو من فوقها يدينا كيف مما كتشوفو معايا على هاد الشكل هادا وكنقلب باش كيتهوليا من داخل البنات وكيتنفخوا وكيجيني مورق ميجيش مع الجن هادا المرحالة ضرورية كان بقوا كيف مما قد ليكم مرة مرة كان دوروا لمسمن ديالنا في المقلة وكندوزو عليها يدينا بشوية ديال الزيت هانتم كيف مما كتشوفو معايا را كاد بدهت تحمر بكل سهولة وكيعطيب البنات وكيجيني مورق متشبعوش منه هانتم كيف مما كتشوفو معايا راية كتسخن المقلة وكتبدأ ضغية ضغية كالطيب لينا هانتم كيف مما كتشوفو معايا لبنت لي اشي بلا سبقة بيضة كان ندير اللي هاكوب سباتولة وهنتم كيفما كتشوفوا معايا هنا حاولت نحليكم المسمنا ولكن جتني سخونة البنات ما قديتش صراحة المهم من بعد غدي نوريكم طريقة او لاشكل ديالو كيفاش كيجي هنتم والبنات كان بقى مستمر بنفس الطريقة كان قرص وكان طيب بهذا الطريقة هادي هنتم والبنات شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي كيجي مورق ومعمرة البنات والمهم كيجي بنين نتمنى تجربوا كيف مما قلت لكم وينال اعجاب ديالكم هنا كيف مما كتشوفوا معايا غدي نتشارك معاكم جوج طرق في الطياب الليولة حطيتها وتسنيت عليها شوية وعدا قلبتها وهذا الثانية حطيتها وقلبتها في البلاسة بجوجهم هذو الطرق البنات راهم كيجي وناجحين في الطياب وكيجيو زوينين في هذو المسمن اللي معمر اما داك المسمن اللي كيكون خاوي البنات انا كنحط المسمنة ديالي وكانقلبها في البلاسة باش كتنفخ ليا مزيان اما هذو المعمر الطرق بجوج ديال الطياب كيينفعوا معاها البنات وكيجي زوين كان بقى كيف مما كتشوفوا معايا كانقلب مزيان ولبنت ليا شي بلاسة بقى شوية بيضاء كاندير ليا شوية تعزيت وكانبقى كانقلب حتى كيتنفخ ليا المسمن وكيتحمرة البنات من الجوانيب كاملين كانتومة وكانبقى مستمرة انا كانعمر وكانطيبة البنات حتى كانكمل الكمية كاملة اللي عندي وشوفوا تبارك الله المسمن كيفاش كيجي من الداخل ما كيجيش داك المسمن مدقص ولا معجنة البنات راه كيجي مفرك وكيجي معمر كيفما قلت لكم كيجي زوين بزاف وهنا كيفما كتشوفوا معايا رانيباقة كانقرس وكانعمر في الحشوة ديالي وكانخلي المسمن يرتاح وغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الزيت. وكنقلب. وكنستمر بنفس طريقة البنات حتى كنكمل الكيمية كاملة اللي عندي. عندما كيفما كتشوفوا معايا. كان بقى مستمرة وشوفوا كيفاش كيتنفخت بارك الله. لمسم من دياننا. هادا كننشا اللي كان وضعوه البنات اه هو سر ديال هاد الطريقة هادي او لهاد تنفيخ اللي كيتنفخ لنا هاد المسم من المعمر. هادا كننشا اللي وضعت في هاديك الزلافة مع الزيت. وضعت شوية ديال الزيت ودرت فيه ديك المعالقة ديال النشا. وهو اللي كان ورق بيها البنات. وعادا كان دير ديك العمارة. ونسيت ما قلش لكم واحد اللقطة. علاش هاديك العمارة ما خليتها شغلة يضع. باش من اللي كان كون نقرس ما كتخرش ليا من الحشوة ديالي. هناك كيفما كتشوفوا معايا. شوفوا بعد ما كملت. شوفوا تبارك الله المسمن ديالنا كيفاش كيجي. هانتوما البنات كيجي محلول. وكيجي معمرة البنات. وكيجي اللوين يا سلام ولا حتى الماضاق. هانتوما كيفما كتشوفوا معايا. شوفوا تبارك الله المسمن ديالنا كيفاش كيجي. راه كيجي رائع. وهنا بعد ما كملت الكيمية كاملة اللي عندي. شوفوا البنات تبارك الله راه طبق ديال المسم من اللي وجدت. غادي نبدأ باش نحطوه في طبق ديال التقديم او للطبصيل اللي غادي نقدم فيه هاد المسم من هذا وشوفو تبارك الله الحجم ديالورا كيجي كبير. وكيعطينا كمية هاد المقادير اللي عطيتكم ارا تبارك الله اعطاتني كمية لبأسة بيها. شوفو تبارك الله كيفاش كيجي محمر وكيجي مقارمش. هنتم كيف ممكن تشوفوا معايا هاد المسم من هادي ابقات خاوية لبنات وبغيت نوريها لكم حتى هي رهجات رائعة البنات وجات مورقة من الداخل كيف ممكن تشوفوا معايا وانتمنى الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة ديالي وبسلام عليكم الى فرصة قادمة وفيديو جديد ان شاء الله